اللي يدي ربنا يزيده زيادة اللي يدي ربنا يزيده زيادة كان فيه قصة حلوة كده عن ابونا كرولوس هنا يعني كان عند سيد مخييل الله ينايح نروحه تعافيه سيد مخييل كان مسك الحسابات وكانت الخزنة عنده فكان دايما مثلا يروح ابونا كرولوس يقول له يا جدو عندك قد إيه في الخزنة يكون عايز حاجة لأي أمر يعني فيقول له ابونا ما تخافش الخزنة عمرانة كان ابونا يسمع الكلمة دي يزعل قوي قال له يا جدو فضي الخزنة عشان الله يعرف يملاها لكن ربنا عايز يحط لك حاجة لقاها مليانة دم مش يحط لك فضيها عشان يحط لك فضيها تاني عشان يحط لك تاني لكن لما يخش ربنا إليها مليانة مش هحط بقا خلق تفضل بقا سبت لكن يقول لك طلع ودي عشان ربنا يديك انت كمان طلع ودي عشان ربنا يزيدك ويديك تاني يصدقوني عمره ما بيبات مديون أبدا اللي بيديله حاجة يدهلو 24 تقطع أكتر ما بيباتش مديون أبدا شوان كده يقول لك اطلع ادي اتعود ان ايدك ما تبقاش بخيلة دخلها في جيبك دخليها في شنتتك ودي كانوا زمان في الستينات يعني او سبعينات سبعينات كانت كنيسة مرجيرك سبورتنج بتوزع بركة كده على بعض الناس الفؤرة يعني فكانت تديهم كيس بركة وتديهم ربع جنيه شهريا فكانت في واحدة ست دايما تيجي تاخد الكيس البركة ده والربع جنيه وهي بتروح دايما في بيتها بتعدي على راجل وحيد ملوش حد قاعد في عشة صفيح كده اربع الوح حديد كده صفيح ملوش شقف حد والمكان اللي هو قاعد فيه يعني هو في شغل مكان واحد كده كدت تعمل الستة دي تقسم الكيس معاه وتديله خمستاشر قرش من الربع جنيه وهي تروح بعشرة سات يعني بعد فترة ناس من الخدام شفوها فراحوا قالوا لابونا بشوي كامل قالوا له دي بتعمل كذا 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 فابونا جابها بيقول لها يا فولانا قللنا واحنا نديله الراجل ده نبعت له حد من الخدام يديله الربع جنيه وديله كيس البركة قالت له يا ابونا وعايز تضيع مني بركة الخير وبركة الصدقة معانا هي معدامة معدامة على فكرة هي لو راح تبلغت الكنيسة عن الراجل ده ما تبعاش غلطت بس هي حبت تاخد البركة الوحدها قلت له ابونا انتو الكنيسة عايزين تاخدوا البركة الوحدكم وانا لا انا أقسم معاه معانا هي في أمس الحاجة للفلوس دي قال لك لا تمنع الخير طالما في طاقة يدك